بما انه احنا يجب ان ننظر بعينين واضحتين وصافيتين المشاكل والخطأ نقول هاي مشكلة وهاي خطأ ونقع نضعها لها حلول ما وجدنا لها حلول السيد كان يقول من تمشي بطريق واذا تلقى قدامه مسدود صخرة مسدودة بصخرة ظل راوح بمكانك لا تتراجع هاي حاشي نياها ترائلنا للمقربين يقول اذا تمشي بطريق وتلقى الطريق قدامك من توصل الى نقطة معينة وتلقاها مسدودة لا ترجع ظل راوح بمكانك اكررها مرة ثانية لو عقلتوها واضح فسيروا وعينوا الله ترعاكم حاولوا قدر الامكان المشاكل تحتوها تتحملوها تغاضون النظر عنها قدر الامكان ادري بيكم متحملين المشاكل اكثر من متحملين الطلقة الطلقة عدكم سهلة بس المشاكل عدكم صعبة لا اصبروا لانه يعني هي مشاكل مو ترى يعني يعني مننا مو مقصودة بس من الطرف الاخر مقصودة ترى اصبر تريد تغيظني لا تصبر تريد تصبر كما صبرنا اهلا وسهلا بيك ما تريد تصبر كما صبرنا الله محمد وعلي وياك والحمد لله رب العالمين